اشتركوا في القناة تسعة بعنوان استكشاف قسمة الكسور في الصفحة رقم 46 نشاط في الصفحة رقم 46 يقول النشاط افتتح محمد مطعبا جليدا لبيع الفطائر وبهدف جذب الزبائن قرر أن يقدم أنواع مختلفة من الفطائر مجانا يمكن نمذجة الفطائر في الصورة باستخدام الكسور الدائرية إذن سوف نقوم بهذا النشاط ونتعرف على مفهوم الكسور الدائرية سطوة الأولى لقد قطع محمد ثلاث فطائر كل منها إلى نصفين إذن لدينا هنا ثلاث فطائر سوف يقوم محمد بتقطيع هذه الثلاث الفطائر إلى نصفين كل فطيرة إلى نصفين إذن ما هو عدد شرائح الفطائر التي أصبحت لديه الآن؟ لمعرفة ذلك اقسم ثلاثة على نصف ثلاثة أي عدد الفطائر نقوم بتقسيمها على نصف إذن كل فطيرة نقسمها إلى نصفين كم نصفا يوجد في العدد ثلاثة؟ هذه هي الثلاثة الفطائر نقوم بتقسيم كل فطيرة إلى نصفين نلاحظ كم عدد الأنصف الموجودة الآن لدينا إذا قمنا بعدها لدينا هنا نصف هنا نصفان ثلاثة أنصف أربع أنصف خمسة أنصف ستة أنصف إذن ثلاثة في اسم نصف لدينا أصبح الناتج هو بالفعل ستة الخطوة الثانية لقد فاق عدد الزبائن الذين قصدوا المطعم العدد الذي كان متوقعا لذا أصبح من الضروري تقطيع كل من أنصاف الفطائر إلى قسمين متطابقين السؤال الآن يقول ما هو الجزء أو ما الجزء من الكل الذي تمثله كل شريحة من الفطائر لمعرفة ذلك اقسم كل نصف إلى أو على إثنان إذن سوف نقوم الآن بتقسيم كل النصف من هذه الأنصاف إلى إثنان إذن ما هو الجزء من الكل الذي يمثله نصف قسمة اثنين إذن بالفعل قمنا بتقسيم كل النصف هذا الجزء الملون هو ما يمثل النصف قمنا بتقسيم هذا الجزء إلى نصفين إذن كل جزء من هذه الأجزاء يمثل الناتج إذن نصف تقسيم اثنين الناتج بالفعل ربع إذن هذا الجزء فقط يمثل ربع إذن بالتالي سوف يكون نصف قسمة اثنين يساوي ربع ندرب واحد في الصفحة 47 السؤال يقول استخدم الكسورة الدائرية الملونة لتمثل كل من المسائل التالية رقم واحد يقول السؤال كم جزءا يمثل الربع موجودا في الثلاثة أي بمعنى آخر سوف نقوم بتقسيم ثلاثة قسمات ربع إذن ثلاثة لدينا هنا ثلاث كرات أو ثلاث دوائر ملونة سوف نقوم بتقسيم كل دائرة من هذه الثلاثة الدوائر إلى أربع بهذا الشكل إذن بالفعل كل دائرة قمنا بتقسيمها إلى أربعة أجزاء كل جزء يمثل ربع من هذه الأجزاء يمثل الربع إذن الآن كم أصبح لدينا عدد الأربع الموجودة إذا قمنا بعدها الأربع الموجودة الآن لدينا نلاحظ أن عددها بالفعل سوف يكون إثنى عشر ربعا إذن بالفعل ثلاثة قسمة ربع الناتج هو بالفعل إثنى عشر السؤال رقم اثنان يقول ما الجزء من الكل الذي نحصل عليه عندما نقسم ربع على ثلاثة أي بمعنى آخر لدينا ربع سوف نقوم بتقسيم هذا الربع إلى ثلاثة أجزاء إذن لدينا هنا الربع بالفعل الجزء الملون باللون البنفسجي هو ما يمثل الربع سوف نقوم بتقسيم هذا الربع إلى ثلاثة أجزاء بهذا الشكل إذن الآن أصبح لدينا الناتج هو هذا الجزء بعد أن قمنا بتقسيم الربع إلى ثلاثة أجزاء نأخذ جزء من هذه الأجزاء الثلاثة ونكتب الكسر الدال عليه بالفعل إذن هذا الجزء ما يمثل الناتج بالفعل هو يساوي واحد على إثنى عشر لدينا الآن الدائرة مقسمة إلى إثنى عشر جزءا إذن هذا الجزء بالفعل يمثل جزء واحد من إثنى عشر جزءا إذن بالتالي ربع بسم الثلاثة الناتج هو واحد على إثنى عشر ندرب إثنان في الصفحة 47 السؤال يقول استخدم الكسورة الدائرية الملونة لتمثل المسائل في ألف وباء ابحث عن نمط لحال هذا السؤال لدينا الفقرة آلف تقول ثلث قسمة إثنان سوف نقوم باستخدام الكسورة الدائرية إذن بالفعل لدينا ثلث هذا الجزء الملون الملون لدينا هو ما يمثل الثلث قمنا بتقسيم هذا الثلث إلى جزءين هذا الجزء الملون باللون الداكن وهذا الجزء الملون باللون الفاتح هما ما يمثلان الثلث إذن قمنا بتقسيم الثلث هذا إلى جزء آن الناتج هو بالفعل يساوي سدس إذن هذا الجزء الواحد الملون باللون الداكن هو الناتج إذن هذا يمثل جزء واحد من ستة أجزاء إذن بالتالي ثلث قسمة اثنان يساوي واحد على ستة أو يساوي سدس الفقرة باء لدينا عملية ضرب إذن سوف نقوم بالعملية العكسية لدينا ثلث نقوم بضربه في النص إذا قمنا باستخدام عملية ضرب الكسور نضرب البسط في البسط والمقام في المقام لدينا هنا في البسط واحد ضرب واحد يساوي واحد والمقام ثلاث ضرب اثنان يساوي ستة إذن بالفعل الناتج هنا ستس واحد على ستة إذن العملية صحيحة إذن نلاحظ أن القسمة عملية معاكسة للضرب إذن بالتالي ثلث قمنا بتقسيم الثلث على اثنان الناتج يساوي ستس أيضا إذا قمنا بضرب الثلث في مقلوب الاثنان الذي هي نص فالناتج سوف يكون واحد على ستة إذن بالفعل العملية معاكسة بالفعل القسمة عملية معاكسة للضرب ثمرة في الصفحة ثمانية وأربعون السؤال يقول اكتب عملية قسمة تمثل كل من الأشكال التالية رقم واحد كم جزءا يمثل النصف موجودا في أربعة إذن لدينا هنا بالفعل أربع كرات أو أربعة سوف نقوم بتقسيم هذه الأربعة الكرات إلى أنصاف إذن بالفعل المسألة سوف تكون أربعة قسمة نص إذن لدينا أربع كرات قمنا بتقسيمها إلى أنصاف الناتج سوف يكون هو عدد الأنصاف الموجودة بالفعل يساوي ثمانية إذا قمنا بعدها نلعب هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن بالفعل لدينا ثمانية أنصاف رقم اثنان السؤال يقول كم جزءا مضللا يمثل السدس موجودا في النصف طبعا لدينا هنا هذا الجزء الملون هو ما يمثل النصف إذن هذا النصف كم يوجد فيه أزداس هذا هو السؤال المطروح أمامنا إذن سوف يكون المسألة سوف تكون نصف تقسيم سدس إذن هذا النصف الذي أمامنا قمنا بتقسيمه إلى أزداس فنلاحب بالفعل أنه في هذا النصف يوجد لدينا كم أزداس جود لدينا ثلاثة أزداس إذن النافج هنا سوف يكون ثلاثة تمررا في الصفحة 45 السؤال يقول استخدم الكسور الدائرية الملونة لتمثيل المسائل ثم ابحث عن نمط الفقرة ألف لدينا نصف بسمة ربع إذن بالفعل لدينا نصف هذا الجزء الملون ما يمثل النصف سوف نقوم بتقسيم هذا الجزء النصف الذي أمامنا إلى أرباع إذن بالفعل هذا النصف قمنا بتقسيمه إلى أرباعا ولاحب أنه يوجد فيه ربعان إذن الناتج سوف يكون اثنان الفقرة أباع عملية معاكسة حتى نتأكد من حلنا في الفقرة ألف إذن النصف قسمة ربع يساوي اثنان إذن إذا قمنا بالعمل العكسية نصف ضرب مقلوب الربع هي أربع على واحد سوف يكون الناتج بالفعل باستخدام ضرب الكسور نضرب البصر البصر والمقام في المقام سوف يكون لدينا الناتج كما يليم إذن بالفعل لدينا أربع كرات كل منها مقسم إلى أنصف إذن كم لدينا أنصف سوف يكون لدينا بالفعل إذا قمنا بتجميع هذه الأنصف هذا النسخ وهذا النسخ يمثلا واحد وهذا النسخ وهذا النسخ يمثلا واحد إذن بالتالي سوف يكون الناتج اثنان إذن نفس الملاحظة السابقة نلاحظ أن القسمة عملية معاكسة لعملية الضرب إلى هنا نأتي إلى نهاية الدرس استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا